قتل شخص وأصيب خمسة آخرون إثر اشتباكات بين مسلحين قبليين وقوات الحزام الأمني في مدينة لودر بأبيان وقالت مصادر محلية إن اشتباكات اندلعت بين قوة تتبع الحزام الأمني ومسلحين قبليين يرجح انتماؤهم إلى أحد تشكيلات المقاومة بجباهات القتال مع جماعات الحوثي في حدود المقافضة دون معرفة أسباب الاشتباكات وأوضح مصدر طبي وصول عدد من المصابين جرع الاشتباكات إلى مستشفى محنف الحكومي في سياق آخر اختطفت ميليشيا الانتقالي الناشط الإعلامي راشد النسري واقتدته إلى جهة مجهولة في محافظة أبيان وقالت مصادر محلية إن الميليشيا اختطفت النسري على خلفية انتقاده عبر صفحته بفيسبوك لفساد مسؤولين في سلطة محلية لمديرية سرار يافع وتزايد عمليات الانتهاكات بحق الناشطين والصحفيين في نطاق سيطرة ميليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات